تعالوا معي كده الماركت نشوف انا بشتري ايه علشان احافظ على وزني او لايف ستايل لحياتي علشان جسمي مايبقاش فيه ابدا دهون بزور الشاية بزور الجتان بزور الكنوة كنين الامح من اساسيات عندي بحطها على كوباية لبن على كوباية زبادي ملهاش اي طعم ولا هتحس بيها خالص بل بالعكس هي مفيدة جدا كلها الياف كلها بروتين وعندك برانس كتيرة جدا قدامك بتحسن البشرة وبتحسن الجسم بتحسن الشعر بحطها كمان على الصلطة وطبق الصلطة بتاعي بحطها على التوابل على تدبلة الفراخ كل ده تمام ومن اساسيات موجود عندي وبتعد معي مدة طويلة ندخل على بارتشن الشوفان بارتشن الشوفان اختاري اي نوع انت عايزاه انت حباه باي حاجة بس الفيت اوت ده الفرق بينه بين الشوفان العادي انه هو بيكون بدون اضافة اي سكريات خالص الجرانولا الموسلي من افضل الحاجات اللي بفطر بيها كلها حلو قوي واختاري الانواع اللي مكتوب عليها فت علشان ما يكونش فيها اي سكريات او اختاري الانواع اللي تعجبك عادي وهتعمليها بنفس الطريقة معلقة على كوبية لبن وبتسيبيها على النار لحد ما تتقل وبعدين تشيليها ويبقى ده احلى وجبة فطار كلها الياف وكلها بروتين بتملع المعدة بتحسي ان انت مش محتاجة للأكل خالص او بفطر قطعة جبنة قريش في العيش السن اللي هو الطري مش الناشف خالص وهو ريلك برضو انواع اللي العيش تقدري ان انت تختاري منها زي ما انت عايزك ندخل على الالبان الالبان كلها اوعي تجيبي اللي هو خالي الدسم او نص دسم خاتي اللي هو كامل الدسم عادي او لبن جاموسي بيتي عندك بعد الغلايان في التلاجة وبدأي شيل القشطر لفوق وبدأي شرابيها عادي الزبادي كمان يا بنات مش لازم افدا انت تاخديها لايت او خالي الدسم خديها كامل الدسم عادي وحط عليها بزور الكتان بزور الشاية بزور الكنوة اللي واريتها لك في بداية الفيديو بلاش ابدا سري ان ون والحاجات اللي فيها مبيضات ودهون مشبع والحاجات دي طب احنا بناخد اي نس كافي بلاك زي ما انت شايفة كده هو افضل الانواع وتقدر يتاخدي الكافي بتاعتك عادي جدا باي نوع انت حبها ندخل هنا على المشروبات بتشربي نعناع كركدي ينسون ارفة ارفة بالجنزبيل ليمون اي حاجة انت حابة براحتك خالص وجو اهد واشراب اللي انت عايزاه الشاي اخضر اه شاي فواكه زي ما انت عايزة بس الشيء الاخضر فايدته بس ان هو بيرفع معدل الحرق اكتر وهتتعودي عليه وفي انواع دلوقتي من ليبتون كمان مفهاش اي مرارة طب احنا مش هناكل مكرونة او باستا لا احنا هناكل اوت باستا اللي هي مكرونة الشوفان مكرونة الشوفان بتبقى معمولة بي دي الشوفان فاقل كمية منها بتمل المعدة ما بتحتاجيش تاكل طبق كبير زي المكرونات العادية ندخل على السكر ده من افضل السكر اللي انت هتستخدميه لو هتستخدمي سكر انا حاليا وصلت لمرحلة ان انا ما باشربش اي حاجة بسكر بس خطعت درجيا قللت السكر الابيض مرة في مرة في مرة وبعدين دخلت على البراون شوجر وبعدين دخلت كمان فترة على السكر اللي هو الايزوسويت او السويتال الحاجات دي بس الافضل في الانواع دي اختاري اللي ما فيهاش اي اسبرتيم علشان مدرة شوية للصحة شايفة قدامك كل الانواع وايزوسويت وفيه منه كمان للحلويات والحاجات اللي انت عارفاها دي طبعا هنحاول بقدر كبير جدا ان احنا نمتنع تماما عن اي موالح مخللات في سيخ رنجة الحاجات دي تخديها بس بكميات بسيطة قوي وعلى فترات متبعدة علشان الموالح دي بتحبس الميا داخل الجسم وبالتالي ما بتنزليش ندخل على الدقيق دقيق الشوفان دقيق الشعير دقيق الكنوة اي نوع دقيق الا دقيق الابيض ده اوعي 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 تجيب الدقيق الابيض ده وحش جدا السم الابيض الدقيق الابيض السكر الابيض الملح الابيض قدامك كل الانواع دي اختاري منها اللي يعجبك وعملي الكيك الحلويات اللي انت حباها ندخل على التونة عارفين ان التونة من افضل الحاجات اللي هي بتقلل الوزن هتجيب اللي بيبقى مكتوب عليها اللي دي او اللي بيبقى لونها بينك مالوش اي لازمة خالص اختاري اي نوع انت عايزاة بس صفي منها الزيت ندخل على زيوت من افضل الزيوت اللي بستخدمها اللي صحة البشرة والشعر والجسم هو زيت الزيتون واختاري مش النوع ده ابدا اختاري نوع زيت الزيتون ده اللي هو بيبقى مكتوب عليه زيت زيتون بكر خام او كمان ممكن تجيبي زيت الزيت الحار برضو حلو جدا الرز الرز البني من افضل الانواع اقل كمية منه بتحسسك بالشبعة طب انا ما معايش امكانيات ومش عايزة جيب كل الحاجات دي هاتي الرز البسماتي هاتي الرز الابيض العادي جدا بتاعك بس يعني قللي تدريجيا في المقدار في العموم انا شايفة ان احنا مش شرط نروح لدكتور علشان يعمل لنا نظام وزائي نمشي عليه انت اتحكم في نفسك ندخل على البسكوت باجاز بسكوتس من احلى البسكوت اللي انت هتكليه لان هو برضو معمول بالشوفان اي حاجة معمول بالشوفان يعني الجوء هد وكلها عادي عندك برضو انواع كتيرة جدا هوا من السناكس برضو هتلاقي حاجات كده من سانتي مكتوب عليها فت دي حلوة قوي وكلها برضو شوفان بارتشان قدامك كبير جدا في كله بسكوت كله سناكس كله جرانولة على شكل بار كده كل ده تقدر ان انت اجي بيه وانت متطمنة الشوكلت كلنا بنحب الشوكلت مش هناخد شوكلت لأ خد الشوكلت بس اللي مكتوب عليها دارك شوكلت او مسلا انواع مكتوب فيها ان هي دارك شوكلت بنسبة عالية جدا زي كات كات زي كورونا كورونا براند مصري حلوة جدا والدارك شوكلت بتاعتها حلوة جدا وسعرها بسيط محتاجين بس النظم اوقات الغداء او اوقات الوجبات بكده انت بتاخدي كل حاجة زيك زي اي حد عادي جدا بس لايف ستايل حياتك فقط لغير وهتخصي بمرور الوقت عليك يعني مش شرط ابدا ان انت تعملي ضايت وانا تقريبا اتكلمت معاكم في كل الحاجات اللي قدامك ندخل على هنا العيش اللي العيش الفينو ده اللي انت تشتريه ده لا ابدا لان ده موجود فيه او معمول برضو بتقيق الشوفان العيش السن ده كله بيكون رضة بيخلي الامعاء دايما شغالة والياف بتملأ المعدة وبالتالي مش هتتخاني ابدا منه او مش هيكون في سعورات حرارية زيادة اللي بعتونت سالي اهو برضو معمول بالرضة ده برضو اللي انت تشتريه من الماركت كل الحاجات اللي دي الابيض اللي تحت ده ان انت تجي بيها الفواكه في فواكه معاينة للضايت ايوة فعلا الموز الاخضر التفاح الاخضر اللي انت شايفها البرتقال اليوسفي اه دي من افضل الحاجات اللي هتديكي بور وهكون كويسة معاكي ندخل على الخل في معلومة معروفة ان الخل التفاح من الحاجات اللي بتقلل الدهون في الجسم المعلومة الصحيحة جدا بس الفكرة ان احنا بنختاره غلط المفروض خل التفاح الصحيح اللي احنا نختاره مش مكتوب ابدا عليه خل بلاس عصير تفاح ده وحش جدا ومش بعمل اي حاجة وهيجيب لك كرحة في المعدة بمرور الوقت طب انا هختار نوع خل ايه بنختار نوع الخل اللي مكتوب عليه خل تفاح عضوي بيبقى لونه اه زي يكون فيه شوائب شوية وغامق شوية دوري عليه في اي ماركت انت بتروحيه هتلاقيه اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وكان مفيد بالنسبالك وعرفتي اه لايف ستايل بتاعي ازاي وازاي بحافظ على وزني وما تنسيش تعملي طبعا سبسكريب للقناة وتفعالي الجرس الزنوني اللي جنبه علشان تضماني ان هيوصلك نوتيفيكيشن بكل ريفيو جديد انا بقدمه ليكو هتوحشوني جدا واكتبولي طبعا في الكومنت عايزين فيديوز ايه الفترة اللي جاية هعملها لكم رانا داود باي باي. اشتركوا في القناة